السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبيبي طلاب الصف الرابع الابتدائي. هنكمل ان شاء الله النهاردة مع بعض المفهوم الاول الاجهزة والطاقة. الدرس الثاني سلاسل الطاقة. نشاط اربعة. في المفهوم ده هنعرف ان شاء الله ازاي الطاقة بتنتقل وكيفها تتحول الى صور اخرى. وازاي الاجهزة بتحصل على الطاقة لتشغيلها. يبقى مفهوم ده نعرف ايه? ازاي الطاقة بتنتقل وكيفها تتحول الى صور ايه اخرى? وازاي الاجهزة بتحصل على الطاقة لتشغيلها? الجهاز اللي موجود بالسرق قدامك ده بنسمي ايه? مجفف الشعر. ومجفف الشعر ده جهاز كهربائي. يبقى بيعتمد على الطاقة ايه? على الطاقة الكهربائية. يبقى ما اقول لك ما مصدر الطاقة التي يعتمد عليها مجفف الشعر. او بمعنى اخر ما هي الطاقة التي يستهلكها جهاز مجفف الشعر? يعني بياخد ايه الطاقة اللي بياخدها? الطاقة الكهربائية. طيب الطاقة الكهربائية هل هي طاقة داخلية? بمعنى بتدخل الى جهاز ولا خارجة من الجهاز? صح. هي طاقة داخلية. يبقى ما اقول لك تخير الاجابة الصحيحة. الطاقة الكهربائية التي يستخدمها جهاز مجفف الشعر. هل هي داخلية ام خارجية? طاقة ايه? طاقة داخلية. طيب. مجفف الشعر بيحول الطاقة الكهربائية. الى طاقة ايه? قل معاي. برافو بيحول الطاقة الكهربائية الى طاقة او الحاج حرارية وحركية وصوتية. طيب الطاقة الحرارية بتام على ايه? بتامل على تجفيف الشعر. طيب والطاقة الحركية بتامل على ايه? تحريك مطر. مجفف الشعر. مجفف الشعر ده جواه مطر. عشان يتحرك محتاج ايه? كهربائة. طيب. وكمان طاقة ايه? طاقة صوتية. الصوت اللي احنا بنسمعه من جهاز مجفف ايه? الشعر. الطاقة الحرارية والحركية والصوتية كلها بتخرج من جهاز ايه? مجفف الشعر. عشان كده هنسمعه ايه? مخرجات طاقة. نسمعه ايه? مخرجات طاقة. يبقى فيه مدخلات طاقة ومخرجات طاقة. في مجفف مين? الشعر. المدخلات اللي هو مين? الطاقة الكهربية. طيب يقول مخرجات الطاقة الحرارية والحركية والصوتية. يبقى ما اقول لك سين. تخير الاجابة الصحيحة. الطاقة الحرارية والحركية والصوتية في جهاز مجفف الشعر. مدخلات ام مخرجات طاقة. براف. لنسمعه ايه? مخرجات طاقة. رقم اتنين. موزع الصبون? يبقى ما اسم الجهاز الذي امامك? صح اسمه ايه? موزع الصبون. طيب ما مصدر الطاقة المستخدمة فيه? يعني ايه ما مصدر الطاقة? يعني الطاقة المستهلكة. هياخد الطاقة ايه? ايه اللي هيستعملها? الطاقة المستخدمة هسميها الطاقة الداخلية. ما هي ايه? الطاقة الداخلية. والطاقة الداخلية دي بتندق منين? من الضغط على الجزء العلوي. الجزء العلوي اللي موجود فيه موزع نفسه. اللي هيطلع على السبون بعد كده. ودي بتندق منين? من بزل شغل عليه. يبقى الاول لازم نقضل عليه هو بزل شغل عشان يبقى فيه جواه ايه? طاقة داخلية. طيب ام قل لك تخير الصحيح. الطاقة المستخدمة او المستهلكة في جهاز موزع سبون. ها? مدخلات ام مخرجات طاقة? برافو. اسمها ايه? مدخلات طاقة. يبقى الطاقة الداخلية ما ايه? مدخلات طاقة. طيب. ما الطاقة? النتيجة عن هذا الجهاز. برافو عليك يا جميل. صح. طاقة حرقية. طاقة ايه? حرقية. اللي هي بتعمل على ايه? حركة السبون. واخراجه الى الخارج. الى خارج من? الجهاز الموزع السبون. طيب. تخير الاجابة الصحيحة. الطاقة النتيجة من جهاز موزع السبون. اللي هو يبسط بها ايه? اللي هي الطاقة ام مخرجات طاقة. برافو. اسمها ايه? مخرجات طاقة. يبقى جهاز موزع السبون. فيه مدخلات ومخرجات. المدخلات اللي هي ايه? الطاقة الداخلية. اللي بتنتج من الضغط على الجزء العلوي. طيب. ام المخرجات هي ايه? الطاقة الحركية. اللي بتعمل على ايه? اخراج السبون. طيب. رقم ثلاثة. الغسالة الكهربية. ما اسم الجهاز الموضح بالشكل? باسمها ايه? غسالة كهربية. ما مصدر الطاقة المستخدمة في الغسالة الكهربية? مصدر معنى ايه? يعني المستهلك اللي هتاخدها. ايه الطاقة اللي هتستهلكها? برافو. الطاقة الكهربية. يبقى ما اقول لك تخير بس صحيح. الطاقة الكهربية في الغسالة الكهربية. هل هي مدخلات ام مخرجات طاقة? برافو. اسمها ايه? مدخلات طاقة. طيب. الغسالة الكهربية بتنتج. بتطلع طاقة ايه? برافو. صح. طاقة حركية وكمان ايه? وكمان صوتية اللي احنا نسمعه. طيب. هل هي? هل هي مخرجات ام مدخلات طاقة? الحركة دهيت. طاقة الحركية. هل هي مدخلات ام مخرجات طاقة? برافو عليك صح. مخرجات طاقة. يبقى تتسالة. في مدخلات طاقة? في مدخلات ايه? طاقة. المدخلات لơiه هي الطاقة ايه? الكهربية. طيب. المخرجات الطاقة الحركية. تخير الاجابة الصحيح. الطاقة النتيجة عن الغسالة الكهربية. طاقة حركية ولا كهربية? برافو. طاقة حركية. طيب. هل الطاقة النتيجة من الغسالة? مدخلات ام مخرجات الطاقة? براف عليك اسمها ايه مخرجات طاقة طيب عند فرق اليد ده الكلياد يعني ايه الطاقة المستخدمة واتيه الطاقة النتيجةreal второй طاقة المستخدمة هي الطاقة الحرقية طيب الطاقة النتيجة هي ايه براف الطاقة الحرارية يبقى الطاقة حركية ده اسمها ايه مدخلة طيب الطاقة الحرارية اسمها ايه? مخرجات طاقة. يبقى الطاقة الحركية اسمها ايه? مدخلات طاقة. والطاقة الحرارية اسمها ايه? مخرجات طاقة. 3. لكي تستطيع تشغيل الهتف المحمول. ما هي انواع الطاقة اللازم حدثها لضوء الشمس. تاني السؤال لكي تستطيع تشغيل الهدف المحمول ما هي أنواع الطاقة اللازم حدوثها لدوء الشمس طيب والطاقة التي نستخدمها من أين تأتي؟ من أين تأتي؟ وبتتحول لإيه؟ تعال نشوف مع بعض نشاط خمسة سلاسل الطاقة يوجد العديد من سلاسل الطاقة مصدرها الرئيسي هو الشمس يوجد العديد من سلاسل الطاقة مصدرها الرئيسي هو الشمس يوجد العديد من سلاسل الطاقة مصدرها الرئيسي هو نقط هو الشمس الطاقة الضوئية التي تنبعث من الشمس مصدرها ايه؟ الطاقة الضوئية التي تنبعث من الشمس مصدرها ايه؟ مصدرها الطاقة النووية مصدرها ايه؟ الطاقة النووية الهائلة اللي بتحدث في باطن الشمس تحدث فين؟ في باطن الشمس كما أقول لك تخير الإجابة الصحيحة مصدر الطاقة في الشمس التفاعلات النووية ولا الكيميائية؟ غراف تفاعلات إيه؟ النووية أنت تعرف إن السؤال دهوت جهي السنة دي لسنة الثالثة عدد شننتقرر بس قد إيه؟ هم بيتوسوا بكم وبيحبوكم بصراحة يبقى داخل الشمس تحدث تفاعلات نووية بيعانتج عنها إيه؟ طاقة نووية هائلة هذه الطاقة النووية هي مصدر الطاقة الضوئية هي مصدر إيه؟ الطاقة الضوئية التي تصل إلينا وإلى مين؟ وإلى النباتات لتبدأ إحدى السلاسل الأتية رقم واحد سلسلة الطاقة في تناول الطاقة سلسلة الطاقة في تناول مين؟ الطاقة النباتات الخضراء. تمتص الطاقة الضوئية القادمة من الشمس. تمتص ايه? الطاقة الضوئية اليمنين من الشمس. وبتحصل على كمان بالاضافة الى المي والاملاح من التربة. وغاية السنوكسيلي الكربون من الهواء. لكي تكون غزائها. لكي تكون ايه? غزائها. ودي مسماعة مريض بناء ضوءش. طب ليه? عشان تنمو وتكبر ويكتمل حجمها. والغزاء اللي بتكونه ده هوت ده عبارة عن مواد كاربوهايدراطية. ما ايه? مواد كاربوهايدراطية. دي اللي هي عبارة عن نشا وسكريات. عبارة ايه? نشا وسكريات. يبقى النشا والسكريات. ده غزاء النبات. غزاء من النبات. طيب. قبل كده. خدنا قبل كده في الترم الاول. الغزاء بيختزن بداخله طاقة ايه? طاقة ايه? طاقة ايه? كيميائية. يبقى النباتات الخضراء هتحول الطاقة الشمسية الى طاقة ايه? الى طاقة كيميائية مختزنة في الغزاء. لما اقول لك اكمل. النباتات الخضراء تحول الطاقة نقط الى طاقة نقط مختزنة في الغزاء. طاقة ايه? برافو عليك. الطاقة الشمسية الى طاقة كيميائية مختزنة فين? في الغزاء. طيب يبقى ديها الطاقة ايه? نتيجة. يبقى فيه هنا سلسلة لانتقال الطاقة. ضوء يتحول الى طاقة كيميائية مختزنة في النبات. يتحول لى ايه? طاقة كيميائية مختزنة في النبات. نبات زمين? زي نبات البرتقال. الليوسفاندي. التفاح. طيب مين الغزاء عليه? الانسان. عشان يحصل على المواد دي ان هي. المواد ده السكرية. رقم اتنين. سلسلة الطاقة في تسخين اناء به ماء على النار. اتنين ايه? سلسلة الطاقة في تسخين اناء به ماء على النار. قلنا ان النبات بيحول الطاقة الشمسية الى طاقة ايه? الى طاقة كيميائية مختزنة داخل النبات. زي الاشجار. طيب. لما بنقطع الاشجار ديت ونحرقها هلدينا طاقة ايه? براف. تنتج الطاقة الحرارية. طيب الطاقة حرارية احنا ممكن نستخدمها في ايه? في تسخين الماء بداخل الاناء. يعني من الايه? ها? حوى الى طاقة حرارية فانسخن بها ايه? الماء بداخل ايه? الاناء. يبقى هنا في سلسلة طاقة. في تسخين اناء الماء على النار. ضوء. طاقة كيميائية مختزنة داخل الاشجار. قطع الاشجار. احتراك الاشجار. طاقة حرارية. تعمل على ايه? تسخين الماء في في الاناء. رقم تلاتة سلسلة الطاقة في جهاز مجفف الشهر. تعال نشوف السلسلة. ضوء طاقة كيميائية مختزنة داخل ايه? الاشجار. قطع الاشجار. بيعطي ايه? فحم. احتراك الفحم. في محطات توليد الطاقة. من الفحم. طيب. المحطات. بتعطي طاقة ايه? طاقة كهربية. طيب الطاقة كهربية دايت. سنتقل عن طريق ايه? عن طريق اسلاك. طيب. هتوصل فين? للمنزل. وحنا عندنا ايه? جهاز مجفف الشعر. هيستهلكها. هياخدها. وهتدينا طاقة ايه? ها? برافو. حررية. وصوتية. وحركية. يبقى النبات بيستقبل الطاقة الضوئية القادمة من الشمس. عشان يخزنها في صورة طاقة كيميائية. مختزنة داخل مين? داخل الشجرة. وان ليه? عشان الشجرة تنمو وتكبر. ويكتمل حجمها. هذه الاشجار بتكون فحم. يبقى اشجار عبر ملايين السنين لما تندفن في الارض. بتدينا ايه? فحم. او الغاز الطبيعي. بس الغاز الطبيعي جاي من اين بقى? ده بيجي من الكائنات الحية. اللي كيف تجد الغاز على الاشجار. لما تموت وتندفن في الارض برضك على ايه? عبر ملايين السنين. هيكون غاز ايه? طبيعي. يبقى الفحم جاي من الاشجار. عبر ملايين السنين. والغاز الطبيعي جاي من اين? من الكائنات الحية. طيب كانت الحية غاز طبيعي بس? لأ. كانت الحية عمر منين السنين. ده بتكون غاز طبيعي. وبتكون جاز وبنزيل اللي هو البترول يعني. طيب. محطات توليد الكهرباء. بتستخدم ايه? براف. بتستخدم الفحم. والغاز الطبيعي. لتوليد مين? لتوليد الطاقة. اللي ازاي هجينا الطاقة الكهربية من المحطات اللي هيط عندنا هنا. شوف يا سيجي. الطاقة الكهربية بتنتقل عبر كابلات اسلاك كبيرة شوية. ودي بتكون محمولة على اعمدة برجية اللي احنا بنشوفها اعمدة العالية دي. طيب. وبعدين تتوزع بقى على المدن والكرة. عبر اسلاك ارفع بقى. اسلاك رفيعة. وبعدين تجينا فين? تجينا المنزل. واحنا عندنا جهاز مين? مجافف الشعر. ايه دي جهاز مجافف في الشعر. طيب. لما بقى استخدم جهاز مجافف في الشعر. هيتحول فيه ايه? الطاقة الكهربية الى? ها? طاقة ايه? طاقة ايه? طاقة حرارية وصوتية وايه? وحركية. براف. بس في ملحوظة هنا. ايه الملحوظة? ان فيه جزء من الطاقة? في جزء من الطاقة. في كل حلقة من حلقات اي سلسلة. سواء انها الوقتي او اي سلسلة اخرى. طيب ما لها? بينفز. جزء من الطاقة بينفز. يعني طاقة لا تستخدم. طاقة ايه? لا تستخدم. يعني بيتسرب جزء من الطاقة في صور اخرى. بيتسرب منها في صور ايه? اخرى. معظمها بيكون في صورة حرارة. معظمها ايه? بيكون في صورة حرارة. يعني مثلا. لما شغل المروحة. المروحة بتحول ايه? الطاقة الكهربية الى الطاقة الحركية. تحرك الهواء. يبقى الهدف الاساسي هو الحركة. طيب جزءا من الطاقة الكهربية بيستهلك او بيفقد في صورة حرارة. حرارة هي اللي بتنتج عن سخونة المطور. المطور الموجود في لين? في المروحة. نشاط ستة. الطاقة والاجهزة التي نستخدمها في حياتنا اليومية. عاوزين نشوف في الاجهزة الموجودة حوالين مننا. صور الطاقة المستخدمة. والطاقة الناتجة. نعرف ايه? الطاقة المستخدمة. والطاقة الناتجة. عن تشغيل اي جهاز. تعال نشوف. جهاز زي المصباح الكهربية. احنا بنستخدم المصباح عشان ايه? يدنا ايه? برافر. بيستخدمه في الاضاء. طيب. الطاقة الداخلية في المصباح الكهربية. الطاقة اللي تدخل جهاز مصباح. الى داخل ايه? برافر. الطاقة الكهربية. طيب الطاقة النتيجة. ما هي الطاقة النتيجة في المصباح الكهربية? برافر عليك. الطاقة الضوئية والطاقة ايه? الحارية. طيب. هل الطاقة المستخدمة في المصباح الكهربية? المستخدمة. كلها بتتحول الى طاقة ضوئية? هم? كلها بتحول طاقة ضوئية? احنا الاساس احنا عاوزينه المصباح عشان يدينا طاقة ايه? ضوئية. ولا في بعض من هذه الطاقة بيتم اهضاره. طبعا ايه? جزءا من الطاقة بيهضر في صورة حرارة. تاني. والان الطاقة الداخلية هي ايه? الطاقة الكهربائية. طيب الطاقة النتيجة هي الطاقة الضوئية والحرية. طيب الطاقة الكهربائية ده هي. هل هي كلها بتتحول الى طاقة ضوئية? طبعا لا. فيه جزءا من الطاقة بيهضر في صورة ايه? في صورة حرارة. يبقى الطاقة لا تفنى. ما بيتموتش. ولا تستحدث من العدم. يعني لا يمكن استحداث النوع الجديد من الطاقة. زي ما اخدنا في الترمي الاول. لكنها تتحول من صورة لاخرى. لكنها ايه? تتحول من صورة الى اخرى. يعني الطاقة الكهربية المفقودة. اللي هي لم تتحول الى ضوء. المفقودة اللي هي ايه? لم تتحول الى ضوء. لا تفنى. لا ايه? تفنى. وانما تحولت الى طاقة ايه? الى طاقة حرارية. تحولت لايه? طاقة حرارية. زي جمان البراية. مبرات الالم. الرصاص. البراية. بعضا من طاقة الحركة المستخدمة. وانت بتحرك ايدك كده. تدوير البراية بتخرج في صورة حرارة. يبقى الطاقة حرارية اللي انت بتحرك بها ايدك كده او انت استخدام برية الالم ورصاص يتحول جزءا من الطاقة الحرقية الى طاقة ايه? الى طاقة حرارية. بسبب مين? بسبب الاحتكاك. تعال نشوف مع بعض بعض الاجهزة ووظفتها ايه? وايه صور الطاقة المستخدمة والطاقة النتيجة ايه? عنها. اول حاجة رقم واحد المصباح الكهرائي. ايه وظفته? الاضاء. طيب ايه الطاقة المستخدمة? الطاقة الداخلة. ايه? مستخدم ايه? براف? الكهربائي. طيب ايه الطاقة الناتجة? الطاقة ايه? الضوئية والحرارية. طيب انا شوف رقم اتنين. الموتور. الموتور ليه اسم تاني? اسمه ايه? المحرك الكهربائي. زي الموجود في مروحة كده. طيب يبقى الوظيفة ايه? الحصول على حركة. حركة. طيب ايه الطاقة المستخدمة? هم? برافع عليك. الطاقة الكهربائي. طيب ايه هي الطاقة النتيجة? الخارجة? هم? الطاقة الحراقية. برافع عليك. طيب. تعال نشوف بعد كده رقم تلاتة. الدينامو. الدينامو ليه اسمه تاني. اسمه ايه? مولد كهربائي. يبقى الدينامو يعني مولد كهربائي. بالموتور يعني محرك كهربائي. تعال نشوف الدينامو. الدينامو الوظيفة هو الحصول على كهرباء. وظيفته ايه? الحصول على كهرباء. زي الدينامو الموجود في محطات توليد الكهرباء كبيرة. او حتى الدينامو الموجود في الدراجة العاجلة الصغيرة. طيب ايه صور الطاقة المستخدمة او الداخلة? الطاقة الحرقية والمغناطسية. الدلمو ده عبارة عن ايه? ده عبارة عن ملف من سلك نحاس. والملف ده هو بتحرك بين كتباي مناطيس. تحرك بين ايه? كتباي مناطيس. طيب عشان يقوم بدوره لازم نكون في حركة. عشان كده هنا بقول ايه? الطاقة الداخلة الحرقية والمغناطسية. يبقى جواه في ملف ومغناطيس. عشان يدفعها لازم نكون في ايه? في حركة. يعني هيحول الطاقة الحرقية الى طاقة ايه? الى طاقة كهربية. يبقى الطاقة الداخلة او المستخدمة. ايه وايه? الحركية والمغناطسية. طيب الطاقة الخارجة اللي بتنتج عنه? الكهربية. يبقى الموتور عكس مين? عكس في الوظيفة. طيب طاقة عشوف الدراجة. كما اربعة. ايه همية الدرجة? الانتقال من مكان لاخر. طيب ايه هي الطاقة المستخدمة? الطاقة الداخلة هي ايه? برافو. الطاقة الكيميائية. المختزنة داخل جسم الانساء. الطاقة ايه? الكيميائية المختزنة داخل جسم الانساء. وكمان كوة يسمى كوة الدافع. لازم ان تدفع برجلك على البدائل. باختصار هنقوله خلاص. الطاقة الكيميائية المختزنة داخل جسم الانساء. دي الطاقة ان هي الداخلة ايه مستخدمة. طيب. بيانتج عنها ايه بقى? ايه الطاقة النتيجة? ايه الطاقة الخارجة? برافو. الطاقة الحركية. والعجل اللي حصل لها ايه بتتحرك? لما بضعت على ايه? على البدائل. تعالي نشوف بعد كده المكواه الكهربية. رابع خمسة. ايه الاهمية? كي الملابس. اجوبها الملابس. طيب ايه الطاقة الداخلة? او المستخدمة? برافو عليك الطاقة الكهربية. طيب ايه الطاقة الناتجة? او الخارجة? الطاقة الحرارية. تعالي نشوف بعد كده التلفزيون. التلفزيون. ايه الوظيفة? ديين 가는 ايه? صوت وصورة. نقل ايه? صوت وصورة. عن طريق اشارة. طيب. هي الطاقة الداخلة? بيشتغل بايه? برافو عليك الطاقة الكهربية? بدى الطاقة الداخلة. المستهلكة او المستخدمة. طيب. ايه هي الطاقة النتيجة بقى? او الخارجة? طيب زو مطلع ايه؟ برافو عليك صح. صوت وضوء. صوته ايه? وضوء. بالطاقة الصوتية او الطاقة ايه? الضوء complete. طيب. المدفع الكهربية. بالنسبة في ايه? في التدفئة. طب ما هي الطاقة المستخدمة الداخلة? طاقة ايه? طاقة كهربية. طب هي ايه الطاقة النتيجة او الخارجة? طاقة حرارية. طيب بالمروحة. اهميتها ايه? تحريك الهواء في الصيف. حيب انشغلها المروحة في الصيف. يبقى تحريك الهواء في في الصيف. طيب ما هي الطاقة الداخلة? هم? طاقة كهربية. ما هي الطاقة الناتجة? او الخارجة? هم? طاقة ايه? حركة ايه? يبقى مروحة? بتحول من كهرباء ايه? لحركة. طيب ساعة صغيرة تشتغل بطارية. ساعة صغيرة تشتغل بايه? بطارية. ايه الاهمية? اعرف بها الوقت? في معرفة الوقت? طيب ما الطاقة الداخلة? او المصادمة? هم? طاقة ايه? برافق. طاقة الكهربية. الكهربية اللي هي متخزنة فين? جوة البطارية. مش قلنا البطارية دهيت. جوها طاقة ايه? طاقة كيميائية. تتحول لطاقة ايه? لطاقة كهربية. طيب ما هي الطاقة الناتجة? او الخارجة? طاقة ايه? حركية. تتعمل على ايه? حركة عقارب الساعة. بتبتعاني شو بعد كده? سيارة لعبة بشريط سحاب. ايه الوظيفة? لعبة اطفال. يلعبوا بها الاطفال. طيب ما هي الطاقة الداخلة? ايه الطاقة الداخلة? الطاقة المختزنة. المرونة. يعني ايه? يعني الاول لازم ان ابزل عليها شغل. ده بسناها طاقة واضع. ابزل ايه? شغل? ده داخل اهو. يبقى هنا بس المية طاقة ايه? الوضع المرونة او المختزنة. طيب ايه الطاقة الناتجة? او الخارجة? طاقة ايه? حركية. تعمل على حركة عقارب مين? الساعة. طيب جرس اليد. ايه الاهمية? او الوظيفة? التنبيه. طيب ايه هي الطاقة الداخلة او المستخدمة? طاقة حرقية. ان هنا بقول جرس اليد. بالايه دي يعني شغال بالايه. يبقى طاقة حرقية. طيب ايه هنا الطاقة الخارجة او النتيجة? طاقة صوتية. ده غير الجرس مين? الكهرابي. جرس ده الكهرابي برضك الاهمية التنبيه. طيب ايه الطاقة الداخلة او المستخدمة? هنا بقى طاقة كهربية. والطاقة النتيجة طاقة ايه? طاقة صوتية. لو انت استفدت من الفيديو خشعنا باللايك والشير وفعل الجرس.